اهلا بكم مع اخبار الرياضة وافق اتحاد كرة القدم على استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي بولبوت كما وافق على تكليف عبدالله ابو زمع بقيادة النشامة خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة والذي عقد امس الثلاثاء في مقر الاتحاد واستمر لأكثر من اربع ساعات تم خلالها مناقشة العديد من القضايا الكروية بدوره اكد الامين العام لاتحاد كرة القدم فادي زرقات في حديثه لاكسترا تايم ان بولبوت تقدم باستقالته من منصبه في ضوء وضعه الصحي الذي يعيق عمله في الفترة الحالية واضاف بان عبدالله ابو زمع اخذ ثقة بالاجماع من الهيئة التنفيذية للاتحاد ليكون خلفا لبوت موضحا ان المدرب البلجيكي فريدي هيرمان باق كمساعد له مع الابقاء على كفة الكادر في المرحلة المقبلة يلتقي المنتخب الاولمبي لكرة القدم نظره الفتنامي عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم غدنا الخميس في مستهل مشوار الفريقين بالنهائيات الاسيوية المقامة في قطر ويبحث المنتخب الاولمبي عن تحقيق الفوز في اول مباراة له سعيا للمنافسة على التأهل للدور الثاني من البطولة واجرى المنتخب تدريبه الاخير مساء اليوم بقيادة المدير الفني جمال ابو عابد والذي ركز فيه على تطبيق بعض الجوانب التكتيكية التي سيتبعها المنتخب غدا امام فيتنام هذا ويلعب المنتخب في المجموعة الرابعة والتي تضم الى جانبه منتخبات فيتنام والامارات العربية المتحدة واستراليا قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ايقاف حارس المنتخب الوطني عامر شفيع مباراة واحدة وتغريمه مبلغ خمسة الاف فرانك سويسري وتسلم اتحاد الكرة اليوم كتابا من الاتحاد الدولي يعلن من خلاله ايقاف شفيع لمباراة واحدة في قرار غير قابل للاستئناف وبذلك سيغيب شفيع عن حراسة مرمى منتخب النشامة في المباراة المقبلة امام بنجلاديش في الرابع والعشرين من اذار المقبل في عمان هذا وسيغيب عن اللقاء ايضا اللاعبها عبد الرحمن وذلك لتعرضه لعقوبة الايقاف لمباراة واحدة لنيله اندارين خلال مشوار المنتخب في التصفيات نظمت جامعة البتراء اليوم حملة لدعم ترشوح سمو الامير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور العديد من الجهات الاعلامية والاكاديمية ونجوم الكرة المحلية وانطلقت فعاليات الحملة التي تأتي تحت شعار يا اميرنا حنى عزوتك اليوم في مقر الجامعة وتضمنت فقرات الحملة التي اقيمت برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور مروان الملة العديد من الفعاليات وكلمات لعدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية ونجوم الكرة المحلية بالاضافة لعرض فيلم قصير عن انشطة وانجازات سمو الامير علي بن الحسين هذا واختتم الحفل بتكريم الشخصيات الاعلامية والرياضية ونجوم المنتخب الوطني المشاركين في المهرجان سمو الامير الصحيح مؤهل بانه يقود الفيفا وانه يقودها الى الطريق الصحيح لانه صار في انحراف بالفيفا كلنا منعرم وهو قادر ان شاء الله بحكمته وخبرته ولانه سليل الدوحة الهاشمية ان يقود الفيفا الى النجاحات انطلاقا طبعا من واجبنا تجاه سمو الامير علي بن الحسين اطلقنا هذه المبادرة الرائدة لدعم ترشح الانتخابات الفيفا طبعا سمو الامير علي يمثل طموح الشباب طبعا مش بس الاردني الشباب العربي والشباب العالمي لانه بصراحة الفيفا في الفترة الاخيرة شابها كثير من شبهات الفساد والمحسوبية فسمو الامير علي تخرج من مدرسة الهاشميين هذه المدرسة اللي تمتاز بالنزاهة والشفافية ومحبة الجميع فرض اتحاد كرة الطائرة جملة من العقوبات بحق ناديي الكرمل وشباب الحسين على خلفية احداث الشغب التي رافقت مبارتهم التي جرت مؤخرا ضمن منافسات بطولة الدوري جاء ذلك خلال جلسة الاتحاد التي عقدت برئاسة ذياب الشطرات وتقرر فيها اقامة مباراة فريقي شباب الحسين والكرمل بدون جمهور في الموسم المقبل كما تقرر ايقاف لاعب الكرمل خالد هلال لمدة عام وايقاف لاعب شباب الحسين محمد الناجي مبارتين رسميتين بالاضافة لتغريم الناديين مبلغ 150 دينار اقال الاتحاد الدولي لكرة القدم أمينه العام جروم فالكي من منصبه بأثر فوري عقب مزاعم بارتكاب أعمال فساد في عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم في البرازيل وعقب فالكي بالإيقاف المؤقت في الثامن من تشرين أول الماضي ولمدة تسعين يوما ثم تم تجديد مدة العقوبة مرة أخرى في السادس من كانون الثاني الحالي لمدة خمسة وأربعين يوما آخرين وكان قضاءة لجنة القيم أعلنوا الأسبوع الماضي فتح إجراءات رسمية ضد فالكي رغم نفيه ارتكاب أي خطأ يذكر أنه تم تعيين ماركوس كاتنير بديلا لفالكي في منصبه بشكل مؤقت يحل نادي برشلونة الليلة ضيفا ثقيلا على نادي إسبانيول في إياب دور 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا ويدخل برشلونة لقاء بغياب نجمه لويس وريز الموقوف مبارتين في بطولة الكأس وذلك بعد مشاجرة مع لاعبي إسبانيول في لقاء الذهاب ويسعى لبلوغرانا في هذه المواجهة لضمان تأهله لدورة ثمانية من البطولة من جهته يطمح إسبانيول لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة للتأهل على حساب برشلونة الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف لهدف حقق لوس أنجلس ليكرز الفوز على نيو أوليانز بليكنز بنتيجة 95 نقطة مقابل 91 في لقائهما ضمن منافسات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين كان التقدم في الربع الأول من نصيب نيو أوليانز بـ 22 نقطة مقابل 15 نقطة وفي الربع الثاني خطف لوس أنجلس التقدم بـ 23 نقطة لـ 19 نقطة إلا أن نيو أوليانز استعاد الأفضلية في الربع الثالث بـ 30 نقطة لـ 29 وفي الربع الأخير تفوق لوس أنجلس ليكرز مجددا وحقق الفوز في اللقاء بـ 95 نقطة مقابل 91 يقوى يجب أن يكون بتتقدم للمشاهدة وقالو يجب أن تكون الرحمن في ولايانز ، لا يجب أن أربع لحث Summit ، لدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر